بسم الله الرحمن الرحيم. تحديم خطير من البيت صلى الله عليه وسلم لذين ينكرون الحديث الضعيف. انا تكلمت عن هذا الموضوع قبل ذلك. لكن سأتكلم عنه الآن. سأقول الآن نقطة جديدة لم اقولها في درس سابق. الرسول عليه الصلاة والسلام بيحذرنا من الاستخفاف بالحديث الضعيف وعدم العمل به. بيعتبره انكار للسنة. هؤلاء حضركم الدليل. عشان تعرفوا ان الناس اللي بتحرم او بتقول بعدم جواز العمل بالحديث الضعيف او بتقول ان الحديث الصحيح اللي المجاء في الصحيح كفاية اخطأوا خطأا جسيما وضيعوا على الناس ثوابا عظيما وانكاروا. لان حولي تمانين في المية يعني من الحديث الضعيف الرسول صلى الله عليه وسلم قالها فعلا. يعني من واقع خبرتي من كل السنين اللي فاتت دي. وحوالي خمسين في المية من الاحكام الفقهية الحساسة مبنية لحديث ضعيفة. فانكار الحديث ضعيف هيضيع على الناس سواب عظيم. وحيصابة الناس عن كتير من العمل الصالح. وده في انكار للسنة. والرسول عليه الصلاة كان عارف ان هيحصل كده. فحذر. فشوف الحديث الخطير ده رواه الامام احمد. وانتعارفين الامام احمد دقيق في الحديث اللي بيقولها. قال عليه الصلاة والسلام لا اعرفان احدا منكم اتاه علي حديث وهو متأكعون على اريكته. فيقول اطلوا علي به قرآن ما جاءكم علي من خير. قلته او لم اقل فانا اقوله. وما اتاكم علي من شر فانا لا اقول الشر. يعني رسول يقول لك ايه? يقول لك لو جاء لك سمعت سمعت في حديث فيه ثواب عظيم او فيه خير. سمعت انا قلته او ما قلته انا قلته. اعتبرني قلته. يعني اعمل به. حتى لو كا. حتى لو انا ما قلتهوش. لان لان لو انا ما قلتهوش وانت عملت فيه. عملت بالثواب اللي موجود فيه. كعمل صالح. واخلصت فيه. ربنا حديجي الثواب اللي موجود فيه. والاغلب انه سيكون ان الاسول قاله فعلا. الحديث الضعيف يبقى له سند ولوه اصل ولوه شواهد. ايه الدليل بقى ان رسولنا بيحذر. اولا رسولنا بيقول لا اعرفان احدا منكم. اتهوا علي حديث وهو متكئ على اريكادش في يقول اطلع عليه بالقرآن. يعني هاتلي دليل من القرآن. وده في ده فيه كلام عن الناس اللي تنكر السنة بصفة عامة. معني الرسول ايه? ما جاءكم علي من خير. قلته او الم اقول فانا قلته. يعني الاحديث اللي جايه في فضائل اللي اعمال كلها. سواء كنت قلته او ما قلتهاش انا قلته. حديث تاني رواه برضو الامام احمد وحسنه الامام احمد وحسنه ابو داود وجامع العلماء. الحديث ده له ممكن عشر طرق بطرق مختلفة وموتون مختلفة. الحديث جابر بن عبدالله. الحديث اللي بقول لكم ده من الحديث ابي هرير. ده من طريق. ده من طريق تاني. من سري جابر جابر بن عبدالله. يقول ما بلغاه عني فضيلة. فعمل بها ايمانا ورجاءا للثواب. اعطاه الله ذلك وان لم يكل كذلك. يعني ربنا يديري الثواب ده. الحديث ده حسنه. حتى لو مكانش وكنتش قلت كده. شوف الحديث تاني اللي الرسول بيحذر فيه. من قرر السنة بصفة عامة. بيقول يوشكوا رجل يوشكوا ان يجعود رجل فيه رواية شبعان وفيه رواية ما فيه شبعان. والحديث يقول اتنين صحاح. حديث صحيح. يوشكوا ان يقعود رجل الرجل متكئا على اريكته يحدث يحدث بحديث عني. يحدث بحديث عني من حديثي. فيقولوا بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال احلالنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا. الا ان ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. يعني السنة. السنة زي القرآن. القرآن من ربنا سبحانه وتعالى والسنة من الرسول بالهام لله سبحانه وتعالى. فلو احنا انكرنا السنة او انكرنا جزء من السنة زي الناس اللي بتنكر الحديث ضعيفة. يبقى احنا كأننا بنكذب النبي صلى الله عليه وسلم او كأننا من ضعيفة. لان الرسول عليه السلام مش ممكن يفتحبه ويتكلم. الا الضرورة. سواء كان الحديث صحيح او مش صحيح او في ضعف. واخد بحضركم. مش ممكن. يبقى لو احنا قلنا الناس بتعملوش بالحديث ده عشان ضعيف. يبقى معنا كده. والرسول عليه السلام غالبا قاله. او روح حتى لو ما كانش قاله هو بيقول لك اعتبرني قلته. يعني انا قلته. يبقى هو كأنه قاله. وما هو الرسول بيقول لك لو انا قلته او ما قلته انا قلته. يعني بيقول لك اعمل بيه انا قلته. حتى لو ما قلتوش انا قلته. يبقى هو كانه اقاله فعلا. يبقى انت بتنكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بتعملش به. حتى لو ما قالوش هو بيقولك اعتبرني قلته. انا قلته. فلو انت ما عملتش به. يبقى انت بتنكر السنة كده. او كانك بتكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فنفس المتن هنا اللي في الحديث صحيح يشكو رجل شبعان. يعني شبعان من شهوات الدنيا وبياكل ربما بياكل الحرام. بيتكلم بجهل. بيقول انا بلقوا بكم كتاب الله بس. الحرام في حال. عايز يعمل الحرام. هاتلي دليل من القرآن. فلا كلام الحديث. فذلك خرج علينا ناس انكرت البخاري وانكرت موسلم وانكرت. فالرسول هنا بيقول ايه? يوشكو رجل رجل متكع وشبعان. شبعان متكد عليكتي. في الحديث ثاني بيقول ايه? لا اعرفان احدا منكم. مش عايز اعرفه. مش عايز اعرفه. او قابل واحد. لا اعرفان احدا منكم. قاتوا عني الحديث. فما جاءكم علي من خير. قلته او لما اقوله فانا قلته. بيقول لك اعمل بالصحيح واعمل بالضعيف. والضعيف زي الصحيح عندي. الضعيف زي الصحيح عندي. بايزا انا. ازاي خرج علينا ناس. واحد من المنتسبين اللي يعني طبعا مش عايز اعرف حد واسكر اسمها حد. ضعف الاحاديث الصحيحة. وشكك فيها اللي جات في فضل قراءة صورة الكهف يوم جمعة وخلى الناس كتير. صبط الناس خليش ان ك تبطى تقرأ صورة الكهف يوم جمعة. واحد ثاني خرج وانكر حديث ضعيفة اللي جات في فضل التبكير يوم الجمعة. اللي الحديث بيقول اللي بيبكر يوم الجمعة ياخد بكل خطوة قيام سنة بحالها واسيام سنة بحالها. الحديث بنكر. ليه? بيستكسر فضل الله. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يديك في الخطوة واحدة قيام سنة بحالها واسيام سنة بحالها. مش عاجبه الكلام. بيستكسر فضل الله. كأنه بيتعامل مع ربنا عبدالله سبحانه وتعالى كأن خدرته محدودة. ده ربنا لو ادى الجنة اللي هو خليها دي كلها. لواحد بس. وخلق زي الجنة دي بعدد اعداد المسلمين. ولا حين اصف ملكه حاجة. ولا حين اصف ملكه حاجة. ربنا قادر انه يخلق كون مليارات الاكوان زي الكون اللي احنا عاشيين في ده. احنا متعامل مع ربنا سبحانه وتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. ايه يعني انا ربنا سبحانه وتعالى. ده في حديث في فضل يوم الجمعة بعشرين سنة. حسنه حسنه كتير من القلماء. ان كل خطوة قيام عشرين سنة وسعم عشرين سنة. فطبعا. بسبب انتشار الجهل. يا زلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ايه? لا تقوم الساعة. هتا تصبح السنة تصبح السنة تبدعة والبدعة تصنن. يعني الحديث انا بقى حدث بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول يقول لا انتق عن الهواء. مش ممكن نتكلم من فراغ. ولو ممكن نفتح ونتكلم الا لضرورة. لك لازل ده السنة في شك. في واحد في السنة ضعيف بيغلط بيزود كلمة بيناقص كلمة. او في واحد مجهول مش عارفين هوليته ايه سكان صادق. لا مش هنعمل به. ويكون ورسول قال. يكون نتيجة ايه? يبقى. 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 ده بقى ممكن عند الناس. كانوا بدعة. ويجي حاجة منهاش دليل خالص في السنة. خالص. النق واحد يختلحها وتنتشر بين الناس وتبقى سنة. بتزوح السنة توبضعة والبضعة توسنة. فضيعنا كتير جدا من الاحديث الضعيفة او الحسنة او الحسنة بعض الاحسنة في هذا. عشان اه اسف سريد. خرج كتير من الفقهاء والعلماء اللي موجودين دلوقتي. اللي هم مسقل زرة بالنسبة للعلماء. السلف الصالح. وقالوا لا ما نعملش في الحديث الضعيف. فكانت النتيجة انه صبطوا الناس. وفوتوا عن نسخ العظيم. وضيوعوا عن نسخ العظيم. وتكون النتيجة ايه? انها ما انا ما عملتش عمل صالح. فيه سهل? ربنا سبحانه وتعالى انت لما بتعمل عمل صالح ربنا وفقك لعمل تاني. فضيوعوا عن نسخ العظيم. وانتشرت البدع. فالرسول بيحذر. زي ما حذرنا من انكار السنة بالكامل. بيحذرنا هنا من انكار الحديث الضعيف. بدليل انه قال نفس الكلام. قال المتكئ. بعدين قال ما جاءت علي من خير. قلت او لم اقل فانا اقوله. فانا اقوله. وما اتقع علي من شر فانا اقول الشر. العديث تاني اللي بيقول اللي بينكر السنة عموما ريوش وك رجل شبعان متكئ على اريكته. يقول ما بينكم ما بيننا وبينكم كتاب الله. فما كان فيه من حلال احلالناه وما كان فيه من حرام احرامنا. يبقى ايزا الرسول بيحذر. يقول اللي بيحينكر الحديث ضعيف كأنه بينكر السنة برضو. لان ضعيف هو بيقول لك اعمل بي. لو انا ما قلتوش انا قلته. بدن هو بيقول انا قلته يبقى هو كأنه قاله فعلا. ده على فرد ان هو ما قالوش. وحنا بقولول ان سبعين في المية او تمانين في المية من الحديث ضعيفة الرسول قالها فعلا. يبقى هنضيع السنة كده. وعنضيع الناس خير عظيم. هتسأل وقت. ستسألون يوم القيامة عن السنة اللي تتسببوا في ضياحها. وتتسببوا الناس عن العمل الصالح فيه. فالأسف شديد. فهو ده. السنة تبقى بدعة والحديث الضعيف ينكر. والبدعة اللي ملاش اصل ملاش دليل خالص. تنتشر وتبقى سنة. فاوع تمشي ورا حد. يقول لك الحديث ضعيف ما تعملش بيه. الحديث الضعيف لا يجوز العمل بيه. فيه صواب عظيم اعمل بيه. اعمل بيه. حتى لو ضعيف جدا اعمل بيه. تقول لك قولي هذا.